خبر تاني وهو سعيد لموظفي الدولة يتعلق بموافقة الحكومة على قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين اللي أتموا بالفعل المدد اللازمة للترقية بغير علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي وهيكون فيه إصدار للقواعد التنفيذية وإطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه ده كان فيه اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمدينة العالمين الجديدة وإحنا نتكلم عن الاجتماع مجلس الوزراء وافق على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025 ب2500 جنيه لتوريد طن أصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل السراتيجية المهمة رئيس الوزراء النهاردة قال أن المواطن المصري هو أكثر المستهلكين للسكر عالميا والإفراد في استخدام السكر يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة وإن ده مش عشان زيادة سعره ولكن علشان توعية المواطنين بعدم الإكثار في استهلاك السكر ترجمة نانسي قنقر